بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر تشييع جناس الشهيد بذن الله تعالى الشيخ اسماعين كتشوان عب علي عضو المحكمة الشرعية في منطقة تل بيض والذي اقتاله يد الغدر وعصابة الأسد السفاق في منطقة تل بيض مدينة عين عروس ما سألت الصلاة على الميت أو على الشهيد ما فيها إشكال من ناحية الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمزة وتعرفون من الحمزة صلى على الحمزة سبعين مرة حبا به وصلى على شهداء أحد بعد سنين من استشهادهم صلى عليهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم حبا بهم صلى على الشهيد ما هي شك في شهادة وأخونا نحسبه والله وحسيبه من الشهداء ولو كان حكمنا بغير كنا غسلناه لكن نحن أصلا الصلاة على الميت هي دعاء دعاء للميت هي صلاة ما فيها لا ركوع ولا سجود إنما هي دعاء للميت من أولها لآخرها فاحتسبوا أخوكم وسأل الله للجنة وسأل الله للتفبيت فإنه استشهد مدافعا عن شرع الله ويكفيه فقرا أمام الله كان أول يد في تأسيس هيئة الشرعية لأخينا الشهيد لحسبه والله وحسيبه ولأخينا بالحارث ومغتيل والله أعلم ومغتيل إلا لهذا السبب لأنه دافع عن شرع الله وعن تحكيم شرع الله وإن شاء الله كنا نخلفه في مقارات استعينوا بالله السبب وضع من هذا يوم كون الأرض ، الآن لا يناسب أخينا الله إنكم ما شاء الله كنتم يا التوحيد يا شباب قدر الإمكان يجعلوها ثلاثة صفوف وما زاد ثلاثة وما زاد وكان عليه ثلاثة صفوف طيب إن شاء الله حقكم رتل ثلاثة أربعة خمسة ويتقدمهم أكثرهم رؤانا أحفظهم رؤانا أنا رجل أمي شاتي محول أمي ثلاثة محومي على قلة علمي فكان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأول أكثرهم رؤانا وأبو علي رحمه الله حافظوا رؤانا تعرفونه من الجلد للجلد نحسبه عند الله شهيد نحسبه عند الله شهيد الله يتغمد برفوتي ويتغمد ولدي أبا الحارق والله ما أعرفه أبا الحارق ولكنني أحبه على حشي أبو علي والله تغمدهم برحمة جميع سوصف يا أخوة سوصف أكلكم وتعرف سوصفوا الصلاة للجلد لويت وأصلى الله تعالى عز وجل أربع تكبيرات فارتفاية على هذه الجلد التكبيرة الأولى الفاتحة التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية التكبيرة الثالثة يدعو للميت والتكبيرة الثالثة الرابعة اللهم لا تحرمنا أدره ولا تسكننا بعده وقفر لنا الله أكبر 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 اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة